بسم الله الرحمن الرحيم حبيب الطلاب طلاب ريب 1. اهلا بكم مع حصة جديدة من حصص مستر ساينز ومع مستر شريف الهواري يا رب دايما بخير يا ولاد. اه وان شاء الله موفقين في الساينز وفي كل المواد بتاعتنا ان شاء الله. اه النهاردة قبل بس سبب ده اه بننساش نعمل سبسكرايب للكنال. لسه اول مرة يتابع القناة بتاعتنا. اه قناة مستر ساينز. وطبعا يتابع علشان خاطر توصله كل الاشعارات. اه لما ينزل الفيديو كل يوم اثنين. اه وطبعا المنزمة بتاعتك اللي بتلاقيها في صندوق الوصف وفي كل الجروبات الواتس والتليجرام. اه والفيسبوك طبعا. اه نهاردة ان شاء الله نتكلم عن اول درس عندها في المناج منهجكم جميل جدا. منهجكم منهج تأسيسي مهم مش عايز اطول بس في الكلام. اه نهتمي بيه جدا يا ولاد عشان خاطر ده بيفيدنا للسنين اللي جاية كلها. اه اول يونيت عندنا في المناج يونيت وان لسن وان منتكلم فيها عن حاجة اسمها يا ولاد ماتر اند اتس كاركترستيكس. يعني يا مستر يعني الماتر بصفة عامة. يعني يا مستر المتر مفكرنا كده يا مستر. الماتر يا ولاد. اي حاجة يا ولاد ليها ماس وليها ماتر. يعني اي حاجة يا ولاد في حياتنا اللاب توب ولا الكمبيوتر اللي انت تتفرج عليه. الملح اللي احنا بنحطه هالاكل. كل الحاجات دي تعتبر يا ولاد تعتبر ماتر. يبقى ماتر. طب ما تجيني يفتكر يعني الماس. الماس في بادي. يعني ماس يا مستر. لا ممكن نوضحها شوية. تعالي اول مرة تسمعها مني. ما تسمعتها شفلي كده. ركز معي كده. الماس. يعني ايه. انت معك الكتاب بتاعك مليان ورق. صح. وكتاب تاني ايه ضوبك فيه بس بتاع عشرين ورق كده ولا حاجة. حاجة بسيطة خالص يعني. هل تفتكر ان مين في هم اكبر ماس. تقول يا مستر اكيد اللي مليان ورق ده. طيب براف عليك. بقى كده الماس يعني ايه. كل ما ده يكون فيه كتير. صح? مليان يعني معبي كده. يمكن ده اسمه ايه على طول عنده. طيب بتاعت الماس يا ولاد. بتاعت الماس يا اما كيلو جرام او جرام. صح كده? كنت صح كده? الكتل السغيرة. طب الفوليوم. الفوليوم يعني ايه حجم معين. لأ ممكن يا مستر توضعها شوية. عارفين الاسنسير اللي حب ننزل فيه? فيه? الاسنسير ده لو انت يعني حطت فيه حاجة جسمها حجمها كبير جدا مسلا او انت عدد كبير من الافراد. هتقول يا مستر ده الاسنسير خلاص مفهوش مكان. ليه? لان انت شغلت الحجم بتاعه كله. كله تملى ناس. صح ولا? يبقى لسبيس الكوبايد دولاتي ولا لأ? يعني الفراغ ده هو تتملى وانت شغل ولا لأ? تقول انت تملى وانت شغل. طيب ما رفع عليك. كل ما تتملى انت الفراغ ده بعدد اكبر يعني معناه الحجم ده اكبر. فهمين قصلي? شنطة المدرسة بتاعتك. والله لو بتاخد كتب كتير والكتب تملى الفراغ بتاع الشنطة ده يبقى اكيد الفريوم بتحقق. طب شنطة صغيرة تاخد كتابين تلاتة هيبقى اكيد الفريوم بتحقق. يبقى ايه هو الفريوم? الفراغ اللي الجسم بيشغله بيملاه. طبام يا ولاد? طب بتاعت الفريوم متر سكوير اه سوري كيوبك ميتر او كيوبك سنتيميتر او الليتر يا ولاد اللي هو الليتر. كل الكلام ده هو بتاعت الماس والبقى. طب يا مستر خلاصة الكلام بقى. احنا كده عايزين نعرف ايه? عايزين نعرف الماتر. تاني كده اي بقى حاجة ليها ماز وليها اللي احنا اكدنا عنهم دول يبس مها ماتر على طول. انتفقنا يا ولاد? طيب. طب يا مستر هو فكرة الدرس اصلا ايه? فكرة الدرس ركز معي حقيقة عشان تكون مركز وفاهم. فكرة الدرس انه عايز يعرفك بقى اللي احنا اللي احنا اللي احنا اللي اتهاز ماز عند الوليوم دي. هل ليها صفات? هاد اقدر اميز ما بينها وما بين بعضها? تعالوا نشوف. طبعا تعالوا نشوف يا ولاد. ايه يا مستر? بتاعت المتر? هنتكلم يا ولاد في الخصائص بتاعت المتر. اللي ايه ازاي تفرق ما بين المتر وبعضها. هتفرق عن طريق مين يا ولاد? هتقول يا مستر انا ممكن نفرق. يعني اللون والطعم او الرائحة والطعم. مرافو عليه. واحد تاني يقول لي يا مستر انا ممكن استخدم حاجة اسمها الدينستي. هنعرفها دلوقتي. الدينستي اللي هي الكثافة بتاعت الحقيق المادة دي. هنعرفها مش عايزة ترجم بالعربي. ايه كمان? ايه كمان? ايه كمان? يعني مين يوصل حرارة ومين ما يوصلش? ويه كمان يا ولاد? مين يوصل كهربة ومين ما يوصلش? الستة حاجات دول لو خلصناهم يبقى احنا خلصنا اللسن بتاعنا. نمسك بقى حاجة حاجة كده واركز معي. نبدأ اول حاجة ونبدأ ايه? يعني يا مستر ايه الخواص الفيزيائية في يومين. لأ انا تويتك يا صح? طب بركز معي ما يتصلحش. لما اقول لك اللي هي الخواص الفيزيائية للمادة. يبدأ باتكلم عن كل اللي انت شايفهم دول. ما عادة? ما عادة حاجة اسمها الكيميكال اكتيفتي. حاجة اسمها الكيميكال اكتيفتي. هناخدها بعد كده بقى ان هو نشاط الكيميائي. طيب ما تستعجلش انت تعرف. تعالوا نشوف مهمات كده يا ولد. تعالوا من ده باول واحدة اللي هي السميل والسميل 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 والسميل. الفرق. طولي يا مستر. ازاي تفرق ما بين الحاجات اللي جاية دي. تعالوا نشوف. زي مين? الايرون والسيلفر والجولد. انت معك حيطة حديد. وحيطة فضة. ودهر. طولي يا مستر انا عادي ده. انا ما قاعد يا مستر. هقولك ان دوت الحديد وده الدهب وده الفضل. برافا عليك عرفت ازاي? هتقول لي اللون يا مستر. طب السؤال يجيه ازاي في الامتحان? يقولك كده او يقولك سيلفر اند جولد باي. ينفع الطعب? لا طبعا. ينفع هل ليه مريحة? لا. يبقى مين اللي ينفع معهم يا ولاد باي كالر? ادي اول سؤال. سؤال اهو. طيب قديني فرقت. شوف سهلة ازاي? طب تاني حاجة. الملح والسكر. دول يا مستر انا فرق بينهم. الطعم. انا عندي شوية ملح وشوية سكر. الصورة قدامك وهي. ادي شايفين? ادي السكر واده الملح. حد عارف يميز كده بالصورة? لو عرفت اكتب لي في تعالية تقولي انا عرفت يا مستر. اقولك انا بقى. تقولي يا مستر انا مش عارف انا 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 ممكن اقولك انا كبيرا مش عارف. اكتب لي انت في تعاليات مين بقى تتوقع السكر ومين الملح. اه بس اهم حاجة بقى انفرهم امينهم ازاي? تقولي يا مستر لو هم تمام وما مودة امينة كده لان انا قدر ادقها. يبقى على طريق التاست على طول. التاست بتاعها. خلي بالك كده اولاد. يبقى ازاي الفرق مبين والفينيجر. اللي هو البرفان والخل صح? من الساعة موك يكون عندك كده ازايز برفان وشوية تخلي كده في ازايزة وانت مش عارفت فرق مبين. ينفع الكالر? لا يا مستر هما الاتنين تشفافين. ينفع التاست? لا طبعا ما ينفعش ادوق ادوق برفان ازاي? ومال مين اللي ينفع ساعة يا بلاد? باي ذير سميل. الريحة بقى. ريحت الخل معروفة والبرفان طبعا اكيد معروفة. صح كده? طيب مستر ده ده سهلة او يا مستر او اول او او الكاركترستيك. اللي هي الكالر والتاست والسميل. سهلة جدا اقول لك اه بس في مشكلة عندنا. ايه هي? ايه على تحت كده? بص معي. ايه ده بقى المشكلة دي يا مستر? ده في مواد لا لها لون ولا طعم ولا ريحة. طب والحل ايه? شكرا كده انتو مش تنفع يا الكالر ولا التاست ولا السميل. مش هينفعه. طب الحل ايه? تعال بقى دورلي في البقين دول الخمسة البقين دول. طبعا كده? يلا نشوف يا ولاد. تيجي بعد كده يا ولاد دينستي. دينستي بقى. يعني دينستي. 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 بروح كده يا مستر معلش تاني. دينستي. لا فهمنا يا مستر. يعني اقول لك حاجة تعال. ركز قوي في الصورة القدامك دي. ركز قوي. شايفين المكعب ده? صح? ده ليه معين. وليكن مثلا. صح? وده برضو. يعني المكعب ده متر مكعب يا ولكن. يعني ده متر. ده متر. صح? وده متر. كل ده من القضاوة ايه? تعتبر متر. مركز معي. مركز يعني لديندول قد بعض. ده متر مكعب وده متر مكعب. يعني كانك معك كده صندوق كبير كده مسلا صندوق بتاع غسالة بقى كرتونة بتاعت غسالة بتاعت تلفزيون صح? بتاعت قصدي بوتجاز. مربعة كده متر مكعب. هنفرد يعني. انتفقنا? طيب. مين فيهم يا ولات? ردوا انتوا علي. مين فيهم? فيه ماس اكتر من الكرات الحامرة اللي انتوا شايفينا قدامكم دول. هتقول يا مستر اكيد يعني لو رقبنا ده نمبر وان وده نمبر تو. هما الاتنين ايه? نفس الفوليوم. هما الاتنين ركز كلامي. نفس الفوليوم ودم وان ميتر كيوبك وده وان ميتر كيوبك. بس واحد مليان كرات معبي كرات مليان. والتاني اديك شايفين فاضي شويها هو. يبقى مين عنده مس اكتر في اليونت دي 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 يسم theres one متر كيوبك صح كده? طب مين عنده مس اكبر دي يقول لي يا مستر الكيوب نمبر تو طبعا. برافو عليه؟ يبقى هو ده عنده اكبر. يا رب تكون وصلت. يبقى ايه? انت عندك مكعب يعني 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 الضلعة بتاعه كده. مكعب صغير كده. طب ليه يصل يكلمه عن لان هي ابسط حاجة ندر نتخيل. نتعلمين يا يعني هي اليونت بتاعتنا. تاني كده. ايه هي الكتلة بتاعت اليونت مين فيكو يا يونت انتو اللي اتنين فيكو ماس اكتر يقولك انا نمبر وان. صح? يبقى انت اكيد اللي عندك هاير دينستي. طب ايه تاني للدينستي? اه ايه تاني. اللي هو بيقول ايه? ات الزماز بتاعه كيوبيك سنتيميتر. يعني الماز بتاعه كيوبيك سنتيميتر من اي متر. يعني مكعب بقى من الفلين. مكعب من الحديد. يعني بالضبط انا ده مسال برضو سهري جدا. ده مكعب فلينة. بيس كوركا. وده مكعب حديد. قد بعض. هما الاتنين وان كيوبيك سنتيميتر. حطوهم على الميزان. مين اتقل? هتقول لي يا مثل اكيد الايرون طبعا الحديد. برافع عليك هو ده. ليه? هتقول لي بس عشان الماز اللي موجودة ده اقبل من الماز اللي موجودة في الكور كده. اللي هو الفلين ده. برافع عليك انت كده فهمت? واضحة كده. يبقى ايه? او انا للمرة الثالثة يولاد عشان نركز الماس اللي موجودة في يونت فوليوم من اي سبستانس او واحد تاني يقولها طيب انا عايز احسب مثلا للصندوق اللي معي دوت او كتعة فلين عايز احسب لها الدينستي بتاعتها اعمل ايه الدينستي اقوال الرمز بتاعها دي اقوال الماس ديفايدد الفوليوم انا بكتبها بديمك عشان تشوفه انا بكتب الماس ديفايدد الفوليوم ايه ده يا مصر؟ يعني انا عايز احسب الدينستي دي اقوال الماس اللي هي ام اوبر الفوليوم اللي هو في واعملها في ترينجل ده ادراحل اي حاجة نركز كامعية يبقى خلي بالنا كده اولاد نمسح طيب يبقى الدينستي لو انا عملت الترينجل اللي قدامكو ده اهو الدينستي ماس اوفر فوليوم طب لو عايز الماس عايز الماس اهي مش عارف انا ما عرفهاش يبقى الدينستي ملتبلاي فوليوم طب لو عايز الفوليوم عايز الفوليوم حاضر لحظة واحدة تمام نرجعتين اهو الدينستي ماس اوفر فوليوم انا مستر طالب مني الفوليوم المراتي خبي بقى هم انت بتعرفوش يبقى الدينستي اعمل بقى اللي انت عايزه بقى يعني هو طالما التلاتة دول معك معك منهم اتنين انت عرف تجيب التلتة طب الرول بتاعتنا الاصلية يا مستر الدينستي ماس ديفايدت فوليوم ماس ديفايدت فوليوم طيب ركز كده انت طلعت النتك بتاعك مثلا 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 يبقى اليونت ايه هتقولي يا مستر جرام بير كيوبيك سنتيميتر لا استنى بالراحة جت من ايه يا مستر مش الماس بالجرام اهي والفوليوم بالكيوبيك سنتيميتر واحد شاطر يقولي يا مستر طب افرد انا كنت تشغال الماس بالكيلو حاجات كبيرة بقى والفوليوم بالكيوبيك ميتر برافو عليك ايه المشكلة يبقى اليونت كيلو جرام بير كيوبيك ميتر بير كيوبيك ميتر لحظة يبقى كده ايه يا ولاد عندك الدينستي بتاعتها يعني يعني طلعت الراقب مسلا تن تن ايه كيلو جرام بير كيوبيك ميتر او تن جرام بير كيوبيك سنتيميتر على حسب طبعا السنزل بتاعتي ايه من ده لي بايه في المسألة طب بتجي نتأكد كابل ناخد مسألة قبل ما ناخد ايه نشوف كسفال منت كده تقول يا مسأل احنا احنا خرجنا برا الدرس ليه احنا لسه كنا بنتكلم ان احنا عايزين نعمل ديستينجويتش او ديفرينشيات يعني نفرق ما بين ديفرونت سابستانسز باي دينستي احنا عرفنا الكلر والتاست والدينستي طب الدينستي فين يا مسأل بالموضوع تعال بقى تعال ركز معي هتفيدني في حاجة طبعا بص كده حط المواد اللي انت شايفها قدامك دي في كياس كده او في اناء في مية زي ما انت شايفين في الصورة قدامك دي وبعدين مين المواد اللي عندي واكس شمع مصمار حديد مكعب تلك حكة فلين نقط كده من الزيت تمام فضتهم يلا جرب في البيت كده واعملها وشوف هتلاحز ايه يا ولاد هتقول يا مستر انا ملاحز ان في حاجات يعني غطست في المية وفي حاجات تانية طفت على المية فوق طلعت فوق ما هي دي الدينستي ازاي يا مستر هقولك اللي نزل تحت ده يا ولاد هو اللي عنده هاير هو اللي عنده هاير دينستي اما اللي تلع فوق ده هو اللي عنده دينستي صح بص كده تعالوا نشوف ايه بتاعتي والكورك والايس والاويل ما لهم طفوا على سطح المية يا ولاد لكن الايرون النيل الايرون النيل لا تعالوا 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 اي ده غطص في المية طب خلاص الكلام استنتج من كده ايه ما حدش يرسل احركز معاية ايه خلاص الكلاب؟ المواد اللي الدنستي بتاعتها يا ولاد أقل من الماء من الووتر الدنستي الووتر الدنستي كام؟ 1 جرام بر كيوبيك سنتيميتر لا تعرف همانك تعرف همانك عارف لو انت معاك مكعب الفوليوم بتاعه 1 كيوبيك سنتيميتر اللي هو زي كل درقة سنتي يعني 1 كيوبيك سنتيميتر كل صعيد بسنتي لو مليته مية المية اللي جوا دي تكون 1 جرام او 1 كيلو جرام بر كيوبيك سنتيميتر لا فهمنا بر كيوبيك ميتر يعني هالدق مكعب كبير كل درقة من أطلعه متر وملاه مية وملاه مية يبسعتها المية اللي فيها 1 كيوبيك سنتيميتر يبسعتها المية اللي فيها 1 كيوبيك سنتيميتر طيب المية اللي عندها دينستي يعني اللي أقل من أي حاجة دينستي بتاعتها يبقى ليه؟ لان احنا لسه قلين من مية 1 جرام بر كيوبيك سنتيميتر طب دينستي مور ازاي تلاعت فوق بصوا هنا نزل الفين لتحت يوما مين عنده دينستي مور ذن ووتر الكورة اللي هي بالله أحمر دي يا مستر أما اللي لس دين ووتر أكيد دي تفاهمين كده؟ أنا كده فرقت ولا ما فرقتش فرقت باي دينستي تفعنا؟ يا رب نكون فاهمين يا ولاد؟ طيب خد نفسك كده خد نفسك وركز عرفنا كيف يمكننا تختلف بين سبستانسي باي كالر كيف يمكننا تختلف بين سبستانسي باي دينستي؟ بعض سبستانسي يا ربimiz الز disability cept충 بعد صحوح؟ مركز؟ طيب صوت بص aqui لالشاشة مركز بص هذه مع أمل semi مستانسين براحة مستانسين مستانسين بص ع emphasis بصوا على الصورة دي وانت تعرف. دي بيصف كبر وان كيلو جرام. ودي بيصف كورك وان كيلو جرام. هما الاتنين ايه يا ولادي? هما الاتنين يا مستر ايكوال ماسز. ايكوال في الماس. كيلو كيلو. او الميزان بصوا الميزان مستره. قد بعض. بس عشان هما ديفرنت سابستانسز. هيبعد ديفرنت دينستي. انت كبر دينستي بتاعتك اكيد اتقل. صح? ليه? فالمطر هنا في الكبر دي في المكعب ده. بصوا شايفين مليانة. صح? فحجم صغير بصوا. ها في ديفرنت فوليوم. يعني انتو الاتنين ايكوال في الماسز. لكن الفوليوم بتاعكم ايه? اتغيي. ليه? لان انتو ديفرنت سابستانسز. عارفنا اونا جايب كيلو نحاس تزيو كان ايب نفس الحجم. صح? طيب بصوا التانية نفهمها اكتر. التانية ايه بقى? هما ايكوال فوليومز. ايكوال فوليومز. بس ديفرنت ماسز. او ديفرنت سابستانسز. لو. هما ايكوال فوليوم. يعني ده مكعب نحاس وده مكعب الاموني. هما الاتنين قد بعض. فوليوم. فوليوم ركز. لكن حطوهم على الميزان ممكن تلاقي نحاس قدر. يبقى هاف ديفرنت ايه? ماسز. مين السبب في كل ده? ده احنا ده احنا نقدي بعض في الفوليوم. انت ليه اتقل مني? وانت هنا. احنا نقدي بعض في الماس. انت ليه كورك اكبر مني في الحجم? ليه? اجابة الكلام ده كله يا ولاد واحدة. ليه? لانهم عندهم ديفرنت دينستي. دينستي بتاعت ده غير ده. فهي طبعا غيرت الفوليوم او غيرت مين? الماس. طبعا كده يا ولاد? طيب. تعالوا شو كده ببرولم? سهلة جدا. هنا متديك الووتر. الماس بتاعتها 50 جرامز والفوليوم 50 كيوبك سنتيمتر. معايز الدينستي. مستر دي يا سلام دي اسهل مسائل. يلا حل معي. دينستي ايكوال ماس. طب الماس بكام? يلا اقول 50. طب والفوليوم 50. يطلع كام يا ولاد? زي ما احنا قل. طيب. تحلولي انتو بقى الايرون دي وتقولي انتك بتاعها طلعا كام? الدينستي بتاعتها. دي بتاعكم. طيب نشو بقى هنا اجزامبل تاني. عايز منك ايه? عايز البترول اويل. البترول اويل. عايز ايه? عايز الماس. طب ودلك ايه? الداني يا مستر الفوليوم اللي هو الفي. والداني الدينستي اللي هي الدي. طب عادي. انت تخاف من الكلام ده? هو عايز مين? عايز الماس. خب الماس. اه خبتها. كانها مش موجودة. ويبقى ده كده ملتيبلاي يا ولاد. يبقى الماس ايكوال انا بحل دي يا ولاد. الماس ايكوال هبصوا تحت. بصوا على على الراهنجل ده. الفوليوم ملتيبلاي دينستي. طب الفوليوم بكام? الفوليوم يا مستر? طب والداني ستي زيرو بوينت ايتي تو. هتطلع فيها ايه يا ولاد? هتطلع فيها ايتي تو جرامز. طبعا ليه يا بصرا عملت جرامز عشان اما اجيب ماس. ركز. انا مش مجيب دانيستي المنادي انا ما اجيبي الماس. اروح حاطت هنا ايتي تو. خلاص يا ولاد? تعملوا لي برضو الكورك. هنا بقى في الكورك عايز مين? يعني دي كده هونورك. تعملوها في التعليقات وتكتبها هنا. ودي الكورك يا ولاد. الكورك الماس والدانيستي. وعايز منك الفوليوم خاب بالفوليوم. يبقى الماس اوفر الدانيستي قديني قلت لك اهو. طلعي الناتج وقللي اللي جاء. تعالوا نشوف بقى اكزامبل كده او لايف ابليكيشن الاول على على موضوع الدانيستي. مستر هي ان في حاجات بيحصلها في لوتس وحاجات بيحصلها سين كده بتقسل. طبعا تعالوا نشوف كده بصوا. جيف ريزون? water is not used in extinguishing petrol fires. ركز كده. عارفين لما يحصل حرائق بترول. حرائق بترول مسلا في سفينة غير قد في المية مسلا سفينة بترول ولا حاجة. والزيت بتاع بترول على مية والعنار. على المية كده. وانت جاءت مركب بقى عايز تفضي مية عشان خاطر تطفي الحريق ده. هتطفي? لا. ليه? لان البترول على المية والمية اللي انت حطتها تنزل تحت. يعني ما طفتش النار. تخيل? يبا نقولي الإجابة ايه? احنا عادين كده فاكريني. عشان كده هيطفو البترول على وش المية ويفضل مولع برضو. اتفعنا يا ولاد? طيب السؤال التاني. تاني كده عارفين البلونات اللي بتطير دي. اللي هي مليانة هيدروجين وهيليم يا ولاد. بتطير لفوق ليه وتشيل الاعلام وتطلع بها لفوق. طيب يا بصر عصية مليانة هيدروجين وهيليم. طب ما لهم بقى? اخف من بتاعت الهواء. فيطير فوق. لكن البلونات اللي انت بتنفخها دي بنفسك دي بكاربون دايكسايد دي. كاربون دايكسايد هيفير دان اير. وعنده هاير دينستي دان اير. فينزل لتحت. تلاقي البلونات اللي ما انت حدفها لفوق تنزل لتحت. حط لها بقى هيدروجين وهيليم كده. طبعا ايه؟ موف ابرد. يلا بقى يا وناد نشوف البروبلم دي مع بعض. لعزا ما هذا. انت بتحسب لكويد دانستي. يعني عندك سائل بقى ميركوري ووتر اا اا ايل. بتدور عالدينستي بتاعته. استنى براحة براحة. انت جدت الجلاس بيكر ده. اللي هو الكاس الزجاجي ده. وحطيته فاضي. بتدعى كم جرام? 75. وبعدين. لما حطيت الليكويد اللي انت عايز تحسب الدانستي بتاعته. فضيته. الفوليوم كان كام 100 كوبيك سنتيميتر. ماش شكر. طب الماس. الماس يا مستر كانت 135 جرامز. شايفين الصورة? 135 جرامز. فعلك ايه? شفناها شفناها من الرسم. عايز منك ايه بقى. طول يا مستر تعالي. بص يا مستر انا هعمل ايه في الامتحان? انا اقول له الدانستي ايكول ماس اوفر فوليوم. برافو عليك. عندك الفوليوم بتاع الليكويد? عند يا مستر هو مكتوب. ممتاز. عندك الماس بقى تاعت الليكويد? لا يا مستر. انا عندي الكاس فاضي. وعندي وهو مليان بالايه? بالايل. يعني دوت الكاس نفسه. الازاز نفسه مع الايل اللي جوه. يبقى الحل ايه? لازم اجيب الاول الماس اوف ليكويد. الماس اوف ليكويد. هجيبها ازاي يا مستر? هقول كده. الوان هندرد ثيرتي فايف اللي هي الماس اوف بيكر بس. طلع مينها الازاز? اللي هي الكام يا ولاد? اللي هي سيفنتي فايف. انتفقنا? يعني دوت الازاز والمي او سوري الازاز والايل. وده الازاز بس. طلع الازاز اللي هو يعني مينس سيفنتي فايف. هيتبقى لك يا ولاد? هيتبقى لي يا مستر طبعا اللي هو سكستي سكستي كيوبك اه سوري سكستي جرامز. ادي الفوليوم بتاع الليكويد. ستين جرام. ايبقى لحطت ستين جرام اويل. ارجع بقى اليمين بتاعتي بتاعتي. الماس سكستي اوفر طبعا بكون كاتب القانون بتاعي. سكستي اوفر الفوليوم اللي هو كام يا ولاد وان هندرد. هيطلع فيها زيرو بوينت سيكس جرام بير كيوبك سنتميمة. من الشاطر يقول لي الايل دوت فلوتس اون ووتر سورفس ولا سينك? مستر. احنا مركزين يا مستر. زيرو بوينت سيكس يعني لس دان ون. واحنا قلنا بتاعتي بتاعتي الووتر كام? وان جرام بير كيوبك سنتميمة. الايل ده تلع زيرو بوينت سيكس يعني لس دان ون. سو ذات ات فلوتس اون ووتر سورفس. يطفو على وش الماء او لا. يطفو على وش ايه? الماء. اجزامبل تاني. هنا انت بتحس بالدنستي بتاعت الايرون. using a piece of ايرون whose mass equal one hundred seventy six. الماس بتاعتها one hundred seventy six grams. ركز. the iron piece is immersed in sixty كيوبك سنتميمة. بصوا بصوا بقى ركز ركز. هرسمها انا عشان سيكين لك. الماء اللي هنا كانت ستين ستين سنتميمة. ستين سنتميمة المجعلة. حجمة. لما حطيت ال piece of iron كتعة الحديد دي يا ولاد. اعكيد طبعا لما تحطت الماء تلعت لفوق شوية صح? مش بتحصل. حط حاجة في الماء كده تلاقي الماء تلعت لفوق. زادت. وصلت لكيام وصلت لاتي. كيوبك سنتميمة. هنا انا عندي الماس لكن ما عنديش الفوليوم بتاعت الايرون. يبقى لازم اجيب الاول يا ولاد. الفوليوم. او ايرون. ايه كوان? هي الماء مع الحديدة بكم? الفوليوم بتاعها اي دي? طب الماء بس الواحدها كانت كام سكستي. هيطلع فيها كام تونتي كيوبك سنتميمة. يبقى فعلا انت لما حطيت ال piece of iron دي يا ولاد تتلعت الماء بزيادة بمقدار كام تونتي كيوبك سنتميمة. تقدر ساعتها تجيب الدينستي. طبعا كاتب ايدي? مان هندرد سبنتي سيكس جرام. اوه اللي هو كام يا ولاد? اوه اللي هو الفوليوم 20 كيوبك سنتميمة. يعني اريت لو حد مش هام يا ولاد يقولي في التعليقات. يا ريت يقولي في التعليقات. انا عملتي ايه? ايه الخطوة المهمة انا جيب الفوليوم بتاعت. الفوليوم بتاعت. الفوليوم بتاعت. البيز الفوليوم نعمل ايه? هتقولي يا مستر الواتر بس صح كده فعملنا يا أولاد عملنا بعد كده طبعا يا أولاد أقدر أحسب مين بعد كده هتقولي يا مستر أقدر أحسب الماز اللي هي الواتر هتطلع فيها كده خلصنا وبتاعتنا وخلصنا يا أولاد تعالوا نتكلم عن آخر حاجة عشان ما أطولش الفيديو لا تعالي تعالي أفكرك هنتكلم عن إيه عرفنا عرفنا هناخد دلوقتي والمرة الجاية إن شاء الله نكمل التلاتة التانية تعالوا نشوف هو حط شوية تلجي كده في الكاس ده وبص على التلموات لقى جايب كام يا بلاد زيرو مستر التلجي عملي سيحة وزيرو برضو فبيسموا التنبريتشر دي باسمي إيه تفتكروا نفس الدرجة؟ يعني الشمع يسيح عند الصفر برضو؟ لا إيه ده معنى كده يا مستر يعني الحرارة اللي هينصير فيها تل مختلفة عن بتاعة الشمع مختلفة عن اللي هي الزبدة كل مادة وليها يا أولاد الملتنج بوينت بتاعت درجة الانصغار بتاعت إذا الكونكولوجيا بتاعي بقى استنتك إيه ايش سابستنس هاز اتس اون ملتنج بوينت ايس غير الواكس غير البتر صح؟ يبا بتر ايس واكس هاف لو ملتنج بوينت طبعا التلاتة دول لو حط التلج يسيح على طول صفر عند زيرو الواكس يسيح برضو بسرعة البتر بسرعة لكن حط لي بقى حتة آيرون آلمينيوم كبر تيبل سولت لا يا مستر نحن نعط بقى يعني عايزين تلات تلاف درجة أو هاف هاي ملتنج بوينت يبا أنا فرقت ولا ما فرقتش فرقت ازاي هاف لو ملتنج بوينت يلا اختار في الانتحان هتختار مين؟ هتختار الايس او الواكس او البتر لكن لو قالك هاف هاي ملتنج بوينت هتختار الكبر والألمينيوم والآيرون والتبل سولت صح؟ بالعاقل يعني طب واتز منت باي ملتنج بوينت يا هلادي يعني ملتنج بوينت انت حاطت شوية تلج في كهاز كده وبتعملهم ملت صح؟ اول ما تلاقي التلج يبتده يبقى مية ويتحول لمية بصها على التمبرتشرا هتلاقيها زيرو مسلا يبقى هي دي الملتنج بوينت كل مادة بقى لها الملتنج بوينت تبتعد طبعا؟ يبقى ايها الملتنج بوينت تبتعد اول ما المتر تبتدي تتحول من صوريدي إلى صوريدي يبقى دي الملتنج بوينت سهلا جدا بصوا كده يلا ملت 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 من اول ما يبتدي بقى لكويد من اول ما يبتدي بقى لكويد كده تبصوا يبقى التمبرتشرا هنا يبقى دي الملتنج بوينت بتاعته طيب هنستفيد منها في ايها مصر في حياتنا الملتنج بوينت او الكاركترستيك دي اللي احنا ممكن نعمل بقى ملت للميتالز ونعمل منها بقى كوكينج بوينت والحاجات دي قوان الطهيو كده اسمعوا كده يعني اللي هي اصنعت اللي احنا نصر المعادن يعني ليه مستر بنروح كده تاني عشان نشكلها انا صهرت معدن ميزة عشان نشكله وعمل منك بقى عربية وعمل منك قوان طهي صح يبقى الويني المنطل علوي يعني السباك نصريحها مع معادن تانية ونعمل علوي ستالستين يا ولاد. حبت الالمانية مع النهار وما لكش دعوه. مش هيسيها. صح الاكل هيتطبخ وهو هيبدل دمعه. ليه? اوان انطهي من الشمع من الواكس. لأ. ايه كمان? ممكن نستفيد يا مستر من الملتنج دي نحن نعمل حاجة اسمها الالويز. يعني الالويز السبائك. يعني ايه مستر? حت شوية ذهب مع شوية كبر. اعمل لهم ملت. هتروح عامل وتدمجهم مع بعض. تخلطهم ببعض. واسبهم يبردهم. انت كده عملت حاجة اسمها ايه? كبر جولد الوي. يروع عليها اسمها سبيكة الدهب والنحاس. كبر جولد الوي يا ولاد. طيب بتعمل ايه? هيجيل في الانتحالي ولك ايه? تقول له ايه المجوهرات. صح كده? طيب في ايه كمان? هتلك معدن اسمه النيكل مع معدن اسمه الكروميوم او الكروم. وبرضو عملهم ملت. كل واحد بقى طبعا ليه? بتاعته? وتروح عامل حاجة اسمها سبيكة مشهورة جدا اسمها بالعرض. يعني اسمها نيكل كروم الوي. ملفات التسخين. عافيني للسخين والحاجات اللي بنحطها في الفيش دي. لو تخيل ده معدن ممكن ينسهر بسهولة لا. لما هتحط له بقى النيكل وكروم عندها مش هيسيح بسهولة سخن من قدر الصبح. ملفات التسخين اللي هو السخين يعني. اتفعنا? يلا نكمل. طيب زي ما تكلمنا عن نفس الكلام في حاجة اسمها البويلينج بس المرة دي درجة مين بقى الغلايان? اعط لك شوية مية كده وحطوه مع النار. حط الترمومتر. اول ما المية تغلي وتتحول لبخار هتلاقي وقف عند 100. مستر يعني دي 100 دي بتاعت الووتر? ايه. يبقى هي البويلينج بوينت. نفس الديفينيشن اللي فات. نفس كده. بس المرة دي فروم ليكويد استيت. من ليكويد لجاز. التمبريتشر دي هي البويلينج بوينت. وكل ليكويد ليه البويلينج بوينت بتاعته. كل ليكويد بيغلي عند درجة حرارة معينة. طبعا نستفيد منها في ايه? اللي هي السيبريتشن اوف كومبوننس اوف بيتر رويل. لما عارفين البترول يا ولاد? بنطلع منه الجاز والغاز وبنطلع منه البنزين. بنطلع منه اللي هي الجاز والي لا الحاجات بقى اللي هي اللي هي المزوت والحاجات اللي هي بتحطوها السفدوت بها الشوارع وكلام ده كله. بنفسنا ازاي? عن طريق البويلينج بوينت. كل اللي واحد فيهم بصوا. سبحان الله. ليه درجة غلين? اللي هيقلل اول الديزل اللي تطلعه. بقى كده الكيروسين اللي هو الجاز. بقى كده الجازولين. اللي هو البترول بتاع العربية البنزين. بقى كده الغاز الطبيعي. شو كل حاجة يجي درجة غلينة بتطلع. بصوا مسلا. يعني مسلا الديزل اويل زيت الديزل ده بيغلل عند مية خمسة وسبعين درجة ومتين خمسة وسبعين. او ما تيجي درجاتهم يطلعهم. طب الغاز او يغلي عند 65-175 يطلعك يبدأ حالة ضغط يعني حالة ضغط بترفع ضغط الطعام داخل الإناء نفسه بمضغوط فإيه اللي يحصل يا ولاد يغلي أسرع عند فود دي ايه فاستر والاكل يستوي يا ولاد أسرع بكده خلصنا الجزء الأول من حصتنا يا ولاد يا رب يكون فهمناه عايز تركيز شوية نركز الكلام سهل بس طبعا لازم أنه العاجع باستمرار كده خلصنا أول ثلاثة خلصنا وخلصنا 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 إن شاء الله نحصل جانك أنا عن الهاردنس والثيرمال كوندكتيفتي والالكتريكال كوندكتيفتي أشوفكم على خير ونعمل سبسكرايب للقناة ونعمل صفحة مستر ساينس على الفيسبوك كل التوفيدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا